ونعود مشاهدين إلى زيارة جلالة الملك إلى العاصمة كيغالي حيث اتفق جلالة الملك عبد الله الثاني ورئيس رواندا بول كاجامي على توسيع التعاون التنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والدفاعية ومحاربة الإرهاب وأكد الزعيمان خلال لقائهما بالعاصمة كيغالي حرصهما على توطيد علاقات الصداقة التي تجمع الأردن ورواندا وأهمية البناء عليها تحقيقا للمصالح المشتركة وأشهد جلالة الملك في اللقاء الذي حضره سمو الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي لجلالته بالنهضة الشاملة التي تشهدها رواندا ما يجعلها أنموذجا متقدما بين الدول الإفريقية ومن جانبه ثمن الرئيس كيغامي الدور المحوري للأردن بقيادة جلالة الملك في المنطقة ومساعيه من أجل تحقيق السلام والاستقرار فيها وتم التأكيد على مواصلة التنصيق والتشور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك لا سيما الحرب على الإرهاب ضمن نهج شمولية ومساعي تعزيز الأمن والسلم الدوليين وعبر جلالة الملك عن تقديره للشراكة مع رواندا ضمن إطار مبادرة اجتماعات العقبة ولجهودها في استضافة جولة من الاجتماعات في نهاية العام الماضي وقدر رئيس رواندا مساعي الأردن في مواصلة تنصيق الجهود الدولية في الحرب على الإرهاب ضمن مبادرة اجتماعات العقبة وأتناول اللقاء مستجدات الأوضاع بالمنطقة خصوصا ما تشهده غزة من تطورات خطيرة جراء العدوان الإسرائيلية والوضع الإنساني المأسوي في القطاع وأجدد جلالة الملك التأكيد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل كاف ومستمر وثمن جلالته مساهمة رواندا في الاستجابة الإنسانية في غزة من خلال إرسال طائرة مساعدات إغاثية وإنسانية للقطاع وأكد جلالة الملك أن تداعيات استمرار الحرب على غزة ستكون كارثية على الجميع ما يستدعي من العالم بأكمله الضغط لوقف الحرب على القطاع وأعاد جلالته التأكيد على رفض الأردن للتهجير القصري للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة محذرا من أعمال العنفة التي ينافذها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وشدد جلالة الملك على أنه لا سلام ولا استقرار في المنطقة دون حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين بما يعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروع